هذه أبرز العناوين بإنس بورت انتصار لبؤات الأطلس يكافئ عمل جامعة الكرة رئيس الفيفا يعلنها ويفجئ لاعبات المنتخب المغربي في مستودع الملابس بعد التأهل المنتخب المغربي يواجه فرنسا ومدرب هارونار التلتاء القادم والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بإنس بورت انتصار لبؤات الأطلس يكافئ عمل جامعة الكرة وصفت قناة بإنس بورت أهل المنتخب الوطني للسيدات للدور الثاني في كأس العالم بعد تغلبها على نظره الكولومبي اليوم الخميس بأن المغرب حقق إنجازا تاريخيا ببلوغ التمنى النهائية وقالت إحدى محللات مباراة المغرب وكولومبي على قناة بإنس بورت أن هذا الإنجاز التاريخي الجديد جاء بفضل قتالية لبؤة الأطلس وجاء نتجة العمل الجبار الذي تقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل النهوض بالكرة المغربية وتكرس شعار المرحلة الكروية المغربية بأن المستحيل ليس مغربيا وانتصر المنتخب الوطني للسيدات على نظره الكولومبي بهدف السفر اليوم الخميس ضمن المرحلة الثالثة من مباراة المجموعة الثامنة للبطولة المقامة في أستراليا ونيوزيلاندا وقدم المنتخب المغربي مباراة جيدة للغاية والنجاح في أخذ الأفضل في الشوط الأول بفضل أنيسة الحمارة التي سجلت هدف التقدم من متابعة لركلة جزائن أهدرتها غزلان الشباك في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وتمكنت سيدات المغرب من الصمود في الشوط الثاني وسط محاولة مستمرة بقتل المباراة بهدف ثاني لكن النتيجة ظلت على حالها حتى النهاية واستفد منتخب المغرب من تعطر ألمانيا بالتعادل أمام كوريا الجنوبية ليتأهل إلى ثمن النهائي بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن كولومبيا المتصدرة بست نقاط فيما ودعت ألمانيا المسابقة بعدما رفعت رسدها إلى أربع نقاط في المركز الثالث أمام كوريا الجنوبية الرابعة بنقطة رئيس الفيفا يعلنها ويفجأ لاعبات المنتخب المغربي في مستودع الملابس بعد التأهل وصلت الكرة المغربية تألق على الصاحة العالمية بعد العبور إلى الدور التمنى النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات 2023 وانتصرت لبؤس الأطلس على نظرتهن الكولومبيات اليوم بهدف للسفر وقدمت لعبة المنتخب الوطني مباراة رائعة للغاية ونجحن في أخذ الأفضل في الشيط الأول بفضل أنيسة الحماري التي سجلت هدف التقدم من متابعة لركلة جزاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفونتينو كان حاضرا في المباراة وقام بالنزول إلى مستودع ملابس المنتخب المغربي للسيدات لتهنئتهم بالتأهل التاريخي المنتخب المغربي يواجه فرنسا ومدرب هارونار التلتاء القدم ضمن المنتخب المغربي التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات بعد احتلال المركز الثاني في مجموعتها ويلتقي المنتخب المغربي في ثمن نهائي نادره الفرنسي يوم التلتاء القدم ويدرب المنتخب الفرنسي للسيدات المدرب هارونار كما تعتبر سيدة فرنسا من بين أفضل المنتخبات في العالم وتحسن أداء المنتخب المغربي في المباراة الأخيرة عكس المباراة الأولى ضد ألمانيا والهزمة فيها بسداسية نظيفة وسهمت عدل ألمانيا ضد المنتخب الكوري الجنوبي في تأهل المغرب وخرج ألمانيا هذه الأخيرة التي كررت خيبة فارق الرجال النصر السعودي يتضامن مع الويداد تضامن مناصرون وإعلاميون معروفون بانتمائهم لفارق النصر السعودي مع فارق الويداد وأجمع الجميع أن الويداد تعرض لمجزرة تحكمية بطله الحكم العراقي علي صباح الذي رفض هدفا مشروعا لصالح الويداد وامتد التضامن للكشف عن بعض الكواليس لعل من أبرزها مخرج مبارية البطولة العربية صاحب الجنسي الأردنية في مشهد للمخرج المصري ومبارية الفرق المصري ضد الفرق المغربية وفي هذا الصدد كشفت صفحة أنصار النصر السعودي وفي هذا الصدد كشفت صفحة أنصار النصر السعودي فضيحة في أبهى بطلها الحكم ومخرج المباراة وأضفت هدف شرحي لا يحتسب حسبنا الله ونعم الوكيل على الاتحاد العربي أما صفحة الصعافي السعودي محمد الفارس فقل الحكم العراقي ألغى هدفا صحيح لفريق الويداد وختم قائلا لا يزال البعض يسأل لماذا لا يغيب الهلال عن البطولات والمنافسة عليها انطاح الهلال شاله التحكيم خطوة مهمة من وليد رقلاكي تجاه المهاجم ريان مايي مهاجم نادي ستوك سيتي الإنجليزي تحسم قرار عودته إلى عارين أصد الأطلس يواجه المنتخب المغربي نظره منتخب لبيريا في التاسع من شتنبير القدم بمدينة أغادير في إطار الجولة ما قبل الأخير من تصفية بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام مطلع السنة المقبلة في الساحل العج قبل مواجهة منتخب بوركينفا سويديا في الثاني عشر من نفس الشهر في مدينة لانس الفرنسية وكشف موقع العربي الجديد أن والد رقلاكي أكد أنه لم يغلق الباب في وجه المهاجم رايان ماي المنطقي الحديثة نحو نادي ستوك سيتي الإنجليزي وسيعمل على مراقبته قبل الحسم في إمكانية دعوته إلى منتخب أصد الأطلس في الفترة المقبلة ومن المنتظر أن يقوم رقلاكي وأحد مساعده داخل الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي بزيارة خاصة لبعض اللاعبين المغارب المحترفين في الدور الإنجليزية وعليه سيستغل مدرب منتخب المغرب الفرصة من أجل التواصل مع اللاعب رايان ساحب الخمسة والعشرين سنة ومتابعته عن قرب بعدما طالب اللاعب بضرورة فتح باب المنتخب المغربي في التصريحات الصحفية ويريد رقلاكي خلق منافسة جديدة في خط هجوم المنتخب المغربي إذ رغم ضمه طريقة سدالي لعب جينت البلجيكي وعبد رزاق حمد الله مهاجم الاتحاد السعودي ووليد شدير لعب باري الإيطالية إلا أن مدرب منتخب أصد الأطلس يريد منح فرصة جديدة لللاعب رايان ماي الذي تألق الموسم الماضي بشكل واضح مع نادي فرانك فاروش المجارية قبل المشاركة بطل علام الحالي في كان السحل العج يوصف المطيع لن نحتاج أربعين أو خمسين مليار من أجل انتظار الحكم ليمنحنا الانتصار أبدأ يوصف المطيع حارس مرمى لوداد رياضي انتقادات حادة تجاه قرارات التحكيم خلال مباراة فريقه ضد الهلال ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية العربية وفي تصريحاته بعد المباراة قال المطيع رغم أننا قدمنا مباراة جيدة وسجلنا هدفا إلا أننا واجهنا صعوبات في التحكيم لاحظنا أخطاء صغيرة تؤثر على سير المباراة وبقاء الحكم يستخدم تقنية الفار لمدة طويلة من أجل أمور بسيطة تؤدي إلى إلغاء هدفنا لدينا فريق قوي ولسنا بحاجة إلى انتظار الحكم لتحقيق الفوز وأضف يوسف المطيع مباراة له مظهر التمييز وأننا سنكون منافسين قويين في المواسم المقبلة قمنا بما عليه ولن نحتاج أربعين أو خمسين مليار من أجل انتظار الحكم ليمنحنا الانتصار نحن ملتزمون بتحقيق هدفنا وسنعمل بجدية لتحقيقها فالأداء الذي قدمناه أمام الهلال يحزم انتقتنا بتحقيق النجاح ويذكر أن فريق الويداد الرياضي تعرض للخروج من البطولة العربية بعد هزيمته أمام الهلال بنتجة هدفين لوحد وبهذه النتيجة احتل المركز الثالث في مجموعته برصد نقطتين اشتركوا في القناة